وللمزيد نضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس الخبير في أشؤون العربية دكتور حامد بعد التحية حين نتحدث عن شق السوداني أو ملف السوداني نتحدث عن شقين تعامل أجلسة الدولة المصرية أولا مع عملية أعادة المواطنين المصريين وما يحدث على أرض الواقع في السودان أولا كيف تقيم تعامل أجلسة الدولة المصرية مع عملية أعادة المواطنين المصريين العالقين في السودان طبعا هو انتصار جديد للدولة المصرية في إدارتها للملفات الخارجية وده بيعطي رسالة ودلالة هامة من قوة مصر وقدرتها على حماية أبنائها في الداخل والخارج وهذه ليست الرسالة الأولى وليس أول الغيث ولكن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تمد يد العون إلى أبنائها ولا تترك أبنائها في مواجهة الظروف الصعبة والقاطية التي تمر بها شاهدنا قيام الدولة المصرية وبكل أجهزتها وبتكليف من أفحامة الرئيس السيسي عندما كانت هناك جالية مصرية في أوكرانيا وكيف نجحت الدولة المصرية في إجلاء هذه الجالية الكبيرة ثم بعد ذلك أثناء أيضا فيروس كورونا ونجحت الدولة المصرية في عودة أبنائها إلى حضن الوطن وأيضا في مواقف كثيرة سواء في أفغانستان أو ليبيا وهو ما يعطي دلالة هامة من أن القيادة السياسية المصرية لم ولن تتوانى عن دعم أبنائها في كافة المحافل وفي كافة الأزمات التي يمر بها والتي تمر بجروف قاطية هذا من ناحية تعامل الدولة المصرية مع أبنائها في الخارج فيما يخص الأزمة السودانية أما فيما يخص مصر والأزمة السودانية مصر والسودان قلب واحد متناسك تسعى الدولة المصرية وبكل قواتها إلى إحداث السلام في السودان وأن يكون هناك حلا داخليا بما يتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية دكتور رحمد لابد أن أسألك هنا ونحن نتابع عمليات إجلاء الرعاية الأجانب من السودان وتصارع الأحداث بواتيرة سريعة جدا في السودان هل ما زلت ترى أن الوصول إلى حل سياسي أمر صعب المنال في السودان؟ أرى أن الحل في السودان هو ليس حلا دوليا وليس من مصوحة الأزمة السودانية أن يتم تدولها أرى أن الحلول في يد مصر باعتبارها دولة رائدة وكبيرة وملهمة وتستطيع أن تلعب دورا محوريا في حل الأزمة السودانية أيضا معها دول محورية الشقيقة السعودية والشقيقة الإمارات ودولة جنوب السودان هؤلاء الدول الأربع يستطيعوا قبل أن تتأذم الأزمة أكثر من ذلك أن يضغطوا على الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني ويتم حق مدماء الشعب السوداني الشقيق خاصة أن النواية المصرية هي نواية واضحة من استقرار السودان العمل على وحدة أراضي العمل بكل قوة على حقم الدماء السودانية وبالتالي التوافق العربي هو المخرج للأزمة السودانية أما إذا تم تدول القضية فسيتم تأخير حل هذه القضية لأوقات ليست في دكتور حامد ميدنيا ماذا يمثل لك إجلاء الرعاية الأجانب بهذه الوتيرة السريعة من السودان طبعا دي دلالة كارثية على أن الأمور في السودان ستكون في الفترة القادمة أصعب في ظل أنهم للممكن جدا أن تشهد يعني حرب شاملة بكل ما تحمل الكلمة من معنى من النحية الأخرى يتزامن إجلاء الرعاية الأجانب مع موجة نزوح كبيرة من الأشقاء السودانيين وبالتالي ستكون الأرض ستهيأ والملعب السوداني يتهيأ لإصدام حقيقي في استخدام فيه الأسلحة الثقيلة وغيرها من الأسلحة التي ستؤثر على المطار السياسي والاقتصادي والأوضاع السياسية والكارثية الاقتصادية التي يعيش بها الشعب السوداني وبالتالي في ظن وتقديري لابد من العمل وبكل قوة كما تسعى الدولة المصرية إلى تزديد وقف إطلاق النار وانطلاق من هذه النقطة إلى العمل على إيجاد تسوية سياسية وجلوس الفرقاء السودانيين على مئد الخوار واحدة لحقم الدم السوداني أشترك جزيل الشكر دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية